ولو أننا نزلنا إليهم الملائفة وكلمهم الموتى وحشبنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهدون وكذلك اجعلنا لكل نبينا دوما من شياطين الإنس والجن يؤتي بعضهم إلى بعض الزقوفة قول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يكثرون ولتصوى إليه أكدت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرغوه وليختلفوا ما هم مختلفون أفضير الله أبتغي حكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلات والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من رضيك بالحق فلا تكون من المسليم وتمت كلمة ربك صدقهم عدلا لا أمثل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في العرض يظلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرسون إن ربك هو أعلم من يظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكرت الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فضل لكم ما حرم عليكم الله وإن كثيرا ليظلون بأخواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وذرون واهر الإسم وباطن إن الذين يكتبون الإسم سيجزون بما كانوا يختلفون ولا تأكلوا مما لم يصل اسم الله عليه وإنه لفض وإن الشياطين ليوتون إلى أولياء يجادلوكم وإن أقعتموه إنكم لمشربون ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوعا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخالد منها كذلك ذينا للكافرين ما كانوا يعمدون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجدميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتكم آية مقالوا لن يمنع أسلام الثماء يا رسول الله الله أعلم حيث يجعل لسالة فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاهم شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يابيه يشرح كذره للإسلام ومن يرد أن يقول له يجعل كذره ضيقا حرجا كعلى ما يصعد في السماء كذلك إذا بالله بإنس على الذين لا يؤمنون وهذا فراث ربكم استقيما قد فصلنا الآيات لقونه يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرون جميعيا معشر الجن قد اتبسرهم من الإن وقال أولياء من الإن فربنا تمتع بعضنا ببعضهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواق القالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم أليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون يا معشر الجن والإنس ألم يأتبون رسل منكم يقصرون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كافوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مولك القرى بظلمين وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافلين ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذعكم ويستخلق من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذوثية قوم آخرين إنما توعدون لأتم وما أنتم بمعجدين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يزعى الظالمون وجعلوا لله مما ضرر من الحرق ونعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون وقالوا هذه أنعام المحاس الحد لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام ترم الظهورها وأنعام لا يسكرون أسم الله عليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطول هذه الأنعام لقالصة لذفورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتاً فهم فيه شركاء سيجزيهم مصرهم إنه حكيم عليم قد قتر الذين قتلوا أولادهم سكان بغير عجل محرم ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مفتدين وهو الذي أنشى جناب مع غرشات وغير مع غرشات والنقل والزرع مختلفا قلوا والزيتون والرمان متشابهم وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أأتمر وآتوا تقبوا يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يجب المتركين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقهم الله أهو لا تستمعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الظهر اثنين ومن المعذ اثنين قل آل ذكريني حرمان متشيني أم اشتملت عليه أرحام الأنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البطر اثنين قل آل ذكريني حرمان متشيني أم اشتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهدها إن رصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوعا أو لحمة مزيل فإنه رس أو فرقا أملا لغير الله به فمن الصر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا فالشديد صر ومن البقل والغنم أرمنا عليهم شعومهما إلا ما حمل الظور ماء بالحغايا أو مخزلة بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة اللاتعة ولا يغض بأسه عن الضوء المجرمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حظنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم أساذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم لا تخرطون قل فلله إن أجدوا البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله شرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعهم الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بردهم يعجلون قل تعالوا الزما حرم ربكم عليكم أن لا تشهدوا به شيئا ما بالوالدين أستانا ولا تقتلوا أولادكم من إبلاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما وهر منها وما بطن ولا تقتلوا النسل الذي حرم الله إلا بالحق ذلك مصقاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال الجزيم إلا بالذين يحكم حتى يبلوها شتا وأوفوا القيل والميزان بالقصر لا نكلف نفسا إلا غزحا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا ومعهد الله أوفو ذلك مصقاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا فراطي مستقيما فاتبعون ولا تتبعوا السبول فتقرق بكم عن كبير ذلك مصقاكم به لعلكم تذكرون ثم آتيناهم الكتاب تماما على الذي أحسن وتصيلا لكل شيء مرضا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقول لعلكم ترحمون من تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسقين لغافرين أو تقولوا لو أنهم دن علينا الكتاب لقلنا أهدا منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم وعذف رحمة ومن أعلم ممن جذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفعنا سنيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إننا تنتظرون إن الذين قرقوا دينهم كانوا شيعة شكرا منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله صفحة ينفعون بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالزيئة فلا يزها إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولو المسلمين قل أغير الله أبضي ربهم وهو رب كل شيء ولا تفسد كل نفس إلا عليها ولا تذروا آفركم إذر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينفركم بما كنتم فيه تطلقون وهو الذي جعلكم خلاق فالأرض ونصع بعضكم فوق بعض دهجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغطور عميد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزر به وذكى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قليتنا لبناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا بنا كلنا ظالمين فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين فلنقصن عليهم بعضهم وما كنا غرائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موادنه فأولئك هم المفجدون ومن خفت موادنه فأولئك الذين خفروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يضربون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها مهائل قليلا ما تذكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة بفجدون آدم فتجدوا إلا إبيت لم يكن من الساجدين قال ما مناك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبض منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرجنك من الصاظرين قال أنظرني إلى يومي بعسرون قال إنك من المنظرين قال فبما أغضيتني لأخذن لهم فراطك المستقيم ثم لآتي النوم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مذكورا لمن تبعك منهم الأمر أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم أسن أنت وزوج والجنة فأولا من أي سشكتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوزفت لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نعاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون عملتين أو تكونا من الظالمين وقال ثمهما إني لكما لمن الناصرين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فدد لهما سوءاتهما وتفقا يفتفان عليهما منهم ورق الجنة ولا ذاقما ربهما ألم أنهكما أنهلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدوهم مبين قال ربنا ظلمنا أنكتنا وإن لم تغفر لنا وترحلنا لنكونن من الخاترين قال اهبغوا بعضكم لبعض عدوكم ولكم في الأرض مستطرهم ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي وري سوءاتكم وريشا ولباس التخوى ذلك خيص ذلك من آيات الله من علهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريعما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيره من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالخص وأقيموا مجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا عقا عليهم وظلالة إنهم استخدوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون عنهم المهتدون يا بني آدم خدوا دينتكم عند كل مسجد وخدوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسركين قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرص قل هي للذين آغنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نتصر الآيات لقومهم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواعش ما ضرر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تحركوا وأن تحركوا بالله ما لم ينزل منه صنقانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستخدمون يا بني آدم إما يأتي إنكم رسل منكم يخصون عليكم آياته فمن استقاض أستها فلا خوف عليهم ولا هم يأسنون والذين كذبوا بآياتنا واستفروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أغذب ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوقعونهم قالوا أينما كنتم سلعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أن تصيب أنهم كافرين قالت خلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما تطلت أمة اللعنة تصلها حتى إذا اتعرضوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا ربنا هؤلاء يضلونا فآتيم عذابا ضحفا من النار قال لكل ضحف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم ليقراهم فما كان لكم علينا من صغل فذوق العذاب بما كنتم تكشبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستغفروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في ثم القياط وكذلك نزل المجلمين لهم من جهنم ومهادهم من خوفهم غواج وكذلك نزل الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من فحشهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا سدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوضوا أن فيهم الجنة ورستمها بها كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أنقذ ويدنا ما وعدنا ربنا حقا فعل ويدنا ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يفسدون عن سبيل الله ويرغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يصفلوها وهم يصمرون وإذا صرف تفطارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب العراف رجال يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستفدون أهؤلاء الذين أختمتم لا ينارهم الله برحمة وادخلوا الجنة لا صوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن فيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين استغلوا دينهم لهم ولعبا مغركم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما ننسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يحضون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأميله يوم يأتي تأميله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من الشفاء فيشفع لنا أو مغد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد قسروا أنفسهم وظل عنهم معك يسترون إن رفكم الله الذي خلق السماوات والأرض في شدة أيام ثم الثبا على الهرش يبشي الليل منها ويترقون حفيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له القلب والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرنا وخفيا لإن أنجانا من هذه لنكون إنه لا يحب المعتدين ولا تحفظوا في الأرض بعد إسلاحها وانحوه قومهم طمعا إن رحمة الله قريب من المسنين وهو الذي يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء حتى إذا أقل السحابة انتقالا تقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم تذكرون والبلد الصيء يفج نباته بإذن ربه والذي قبس لا يفج إلا نكذا فذلك نصرف الآيات لقوم يشهرون لقد أرسلنا موحا إلى قومه فقال يا قوم اهدوا الله ما لكم من إله غيره إني يقاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملو من قومه إنا لنرات في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولا بني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالا بربي وأنصح لكم وعلموا من الله ما لا تعلمون أبعجبتم أن جاءكم ذكم من ربكم على عجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فقذبوه فأنجيناه والذين معه في الكلك وأغرقنا الذين قذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخار هودا قال يا قوم اهدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تستقون قال الملو الذين كفروا من قومه إنا لنواق في سفاهة وإنا لن أظنك بالكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهكم ولا بني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصحا أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكرهم من ربكم على رجل منكم ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلقاء من بعد قوم موهم وذاتكم في الغلق برصا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفهدون قالوا وجهتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد رفع عليكم من ربكم رجل وغضر التجادلون نيسي أسماء إن سميتمها أنكم وآباؤكم ما نذر الله بهذه القرآن فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معهوا برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى سموداقهم خالحا قال يا قوم اعذروا الله ما لكم من إلها غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقص الله لكم آية فذروها تخذ في رض الله ولا تمسوها بسرور فيأخذكم عذاب أليم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وضوءكم في العرض تتقذون من سهولها خسورا ما تنحذون شبال بيوتا فاذكروا على الله ولا تعسوا في العرض محسدين قال المله الذين استفروا من قومه للذين تلعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استفروا إنا بالذين آمنتم به كافرون فعصروا الناقة وعدوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح افتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأسبعوا في دارهم جاثمين فتبلع عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونسعت لكم ملاك لا تحبون الناصرين ولوضا إذ قال لقومه تأتون الفارشة ما تبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون بجالة شابة من دون النساء بل أنتم قوم مسرقون فما كان جواب قومه إلا أن خالوا أفرجوهم من قليفكم إنهم مناسون يتصحرون فأنجيناه وأهله إلا موأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراقا كيف كان آقبة المجرمين وإلى مدينة أقاهم شعيبا قال يا قومه الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا ترقصوا الناس أشياءهم ولا تحفظوا في الأرض فعلى إسلاء هذا لكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تحفظوا بكل صراط تعدون وتحفظون عن سبيل الله من آقن به وتقولها عبدا واضطروا يسكنكم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان آقبة المسردين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي برسلت به وطائفة لم يؤمنوا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين